الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم مفاهيم مفاهيم يجب أن توضح أو تصحح ولكنها مفاهيم هذا المفهوم بغض المعصية أم بغض العاصي كثير من الناس ومنهم المتدينون إذا رأوا المعصية ترتكب أمامهم أم سمعوا بها تجدهم يسارعون في شت وسب ولعن العاصي الذي فعل هذه المعصية وبعضهم يبرر ذلك فيقول أتبرأ من هذا العاصي وبعضهم يقول هذا من باب الحب في الله والبغض في الله ولكن ما هو المفهوم الصحيح لذلك ولنا أسئلة في هذا المفهوم ما معنى مفهوم الولاء والبراء كيف نتعامل مع العاصي كيف نتعامل مع الناس في إطار مفهوم الولاء والبراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد لا شك أن الولاء والبراء يمثلان منطلقا من منطلقات الإصلاح في المجتمع سيما إذا كانت هناك أمور مختلطة في أذهان الناس فالولاء والبراء تعريفهما الولاء مأخوذ من الولاية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأيضا الولاء مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله ولكن ما ينبغي أن يكون بغضك للمعصية متعديا أو تتجاوز فيه حد إنكارك للمعصية إلى الوقوع في بغض الآخرين نقرأ قوله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا عندما قال بدى بيننا بدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لم يؤيس المؤمن من توبة العاصي لم يقطع الصلة بين المؤمن الناصح الذي يبذل نصحه للناس ابتغاء وجه الله لم يقطع باليأس من أن العاصين لا توبة لهم أو بأن هؤلاء المخالفين لا رجوع لهم إلى الحق لا بل بعكس بعد هذه الآيات قال في نفس السياق عسى ربكم أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله وافر رحيم وهذا بحكم المشيئة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فربما حكمت على إنسان بالهلاك وهو من المقربين عند الله بما سبق له عند الله من العناية ولذلك أقول هنا هنا بعض العارفين بيقول إذا كان الله سبحانه وتعالى آخذا بناصية كل أحد وهو مع ذلك على الصراط المستقيم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم قال فما ثم بهذا الاعتبار إلا الصراط المستقيم وهذا يجعلك تنكر تنكر المنكر أو تنكر المعصية بلسان الشرعي وأنت أب شفيق رفيق يعني ما ينبغي أبدا أن تبدي من نفسك العداوة للشخص أو لمن وقع في المعصية وإنما لا بد أن أن تدعمه وأن تقف بجانبه من أجل الخروج من هذه المعصية من أجل الخروج من هذه المعصية وهذا نجله في هدي معصوم صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى من أحد أصحابه شيئا يكره ما عنفه ولا زجره وإنما كان يقول ما بال أحدكم يفعل كذا وكذا وهذا من حسن ملاطفته عليه الصلاة والسلام فإذا كلمة الولاء فكلمة الولاء والبراء كلمة الولاء والبراء ليست كلمة وحشية بل هي كلمة رقيقة تختم كل كلمة من الكلمتين بألف ممدودة وكأنها تسمو بنا لتصلنا بالسماء والله نعمل مع العاصي على أنه محتاج إلينا على أنه كالمريض إذا نظرنا إلى العاصي أنه كالمريض نسنده ونساعده ونعالجه لأن المشكلة أن المطيع يظن في غالب الأمر أنه أقرب إلى الله من العاصي وهذا ليس قانونا لأن الله عز وجل هو الذي بيده قلوب العباد فرب عابد وهو بعيد من ربه ورب عاص يرجع فيقن قريبا من ربه لذلك ربما عصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا مطيع باستكبار لا نريده عاص مع انكسار يرجع إلى ربه وهذا يعالج ويكون قريبا نعامل العاص بالرحمة والرفق لماذا؟ لأن العاص فيه أولا شيء منك وهو الإنسانية الأمر الثاني فيه شيء أكثر خصوصية منك وهو الإسلام أو الإيمان فالدوائر كما قلنا أو نقول ثلاثة تعامل مع الأكوان بالرفق والرحمة وتعامل مع الإنسان بالرعاية وتعامل مع أهل الإيمان والإسلام بمزيد من العناية يبقى الرحمة لكل شيء لأن هذا مأخوز من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كافر وعاص ومتيع ومتقرب لأن الإنسان إذا نظرنا إليه ننظر على أنه خلق الله الذي قرمه عندما جاءت الملائكة وكلم الله الشيطان قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنا خلقت آدم بيدي وفي آية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين يعني في العاص والمطيع شيء من روح الله عز وجل أنت تعامل هذا الشيء الموجود في الإنسان العاصي فإذا عملته بهذا المعنى نقول لا تبغد العاصي وأبغد المعصية لأن الأول فعل الله اللي هو العاصي خلق الله والثاني اللي هو المعصية كسب العبد والله عز وجل ما أمرنا أن نبغد الزات اللي هو العاصي لأنها خلقه وإنما نبغد المعصية ولا نبغد صاحبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر عندما أرسل خالد بن الوليد في سرية إلى بني جذيمة فذهب خالد وخالد كان من القوة وكان شديد وكان يأخذ بالأمر الأشد فذهب فعندما ذهب انتصر على هذه القبيلة بني جذيمة وأسرهم وأعطى كل صحابي معه أسيرا ثم قال تبين لي خالد يقول أن يقتل كل واحد منكم أسرة فأول ما بدأ خالد بن ولي قتل أسيره وعندنا في الإسلام لا يقتل الأسير فاعترض بعض الصحابة عليه وقالوا كيف نقتل الأسرة ونحن جئنا رحمة للخلق لا بد أن نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا فلما أخبر غضب وحمر وجهه ورفع يديه إلى السماء خالد فعل معصية في هذا الأمر معصية بمعنى أنه خالف المعهود أو الأصل أن لا نقتل الأسرة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ليس من خالد ولكن مما صنع خالد من فعله غير الصحيح التعامل مع العاصي ينبغي أن نأخذه من طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الشفاعة يوم القيامة تكون لمن؟ درجات ولكن أهمها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي أهل المعاصي لذلك عندما نخاطب الناس إياك أن تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للمطيع وحده لا وإنما بعث للجميع آخذ العاصي وأقربه إلى الله وأزيل عنه هذا الغبار غبر المعصية وأحبب إليه الرجوع إلى الله إن حببت إليه الرجوع إلى الله عز وجل تمثلت هنا إذا عملت خلقه على أنهم صنعته فقد تقدمت إليه بالإحسان أفتظن بعد ذلك أن يعاملك بالنقص أو الحرمان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن أحسنت للعاصي سيحسن الله إليك الإحسان لا يكون للمطيع فقط من هنا العاصي لم يخرج عن دائرة الإسلام وإنما هو في دائرة الإسلام والإيمان وأخطأ وخير الخطائين التوابون ولكنك تكون وسيلة لإخراج العاصي عن معصيته تكون أداة وطريقا للأخذ بيده للرجوع إلى ربه إن فعلت ذلك لا تلعنه ولا تذنه وإنما إن طرقته أبو الدرداء يقول لو رأيته في قليب في بئر أتطرقه العاصي ستخرجه قال نخرجه قال إذن إذا رأيته على معصية لا تترق ولا تلعن وإنما تذكره وحدك وتعرف أن رحمة الله تسع الجميع ولا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عصرنا مليء بالمتغيرات ويموج بالفتن والإضطرابات وتكثر فيه المعتقدات وتتصادم فيه الأفكار والحضرات فنحن نحتاج للمراجعة والتوضيح والتصحيح للمفاهيم الولاء والبراء أولا نريد أن نذكر بمعناهما حتى نربط بقية السؤال بأوله فالولاء معنى القرب معنى التناصر معنى التعاضد ومن هنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظرمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظربات يعني وليهم ناصرهم مساعدهم قريب منهم هذا معنى الولاء البراء معنى البعد والتنافر والتملص والتخلص بمعنى أن أبرأ من إنسان في فعل كذا أو أنني أبرأ منه لأنه على خطأ أو خطيئة وهذا جاء في القرآن أن الله بريء من المشركين ورسوله الله يبرأ من الشرك ومن أهل الشرك فهنا معنى البراء البعد وعدم الانتماء إليهم بمعنى القرب والتناصر في الولاء والبعد في البراء وإخلاء الذمة منهم هذا نفهم هذا المفهوم كيف نتعامل مع الناس هناك إشكالية يقع فيها كثير ممن يتصدرون للتعليم أو التدريس أو الدعوة ويطلقون لفظة الولاء والبراء على كل الناس حتى يطلقونها على صاحب الناصية ويقولون نتبرأ منه تبرؤا تاما كأنه أصبح من غير جنسهم أو من غير دينهم وهذا كلام غير صحيح هذا المفهوم الذي جاء في هذا العصر واستلح عليه بهذا الاصطلاح هو موجود في قتب الطراث ولكنه استخدم الآن استخداما غير صحيح سيء أبعد الناس عن بعضهم خاصة ما بين المسلمين حتى ما بين المسلمين وغير المسلمين لأن الذي يتكلم لا يعرف أن هناك درجات من الولاء والبراء وليس درجة واحدة كل أمر فيه تفاوت إن حجرته في أمر وقعت في الشطط ولكن إذا أعطيت كل شيء حقه فإنك تقع في الحق وتتعامل بطريقة مثلى صحيحة فمعنى الولاء والبراء يأتون بالآيات لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض بطريقة مطلقة في كل الأمور فيقول لا نتعامل معهم ولا نتاجر ولا نتجاور ولا غير ذلك وهذا مفهوم خطأ بل هو خاطئ بمعنى الذي يعتقده آثم لأنه غير صحيح هناك أنواع للولاء والبراء وهذا بيّنه الله عز وجل في كتابه عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يبقى هناك صفات إذا تجمعت على حسب هذه التجميع يكون البراء ويكون الولاء فلو كان الإنسان الذي أمامك أولا على غير دينك ويطعن في دينك ويثير الشبهات وتجلس معه وتعلمه ومع ذلك لا يرجع هنا يكون البراء الأكبر بأنك هنا أصبحت في حالة حرب معي فأنا أكون بريء أو أكون بريءا منك ومن أفعالك هذه لأن اعتقادك أصبح ضد اعتقادي ليس الاعتقاد فقط وإنما ترتب عليه حالة حرب فجاءت في آيات سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم أما على خلاف العقيدة ولكن لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا بل في حالة أمان وسلام معنا الله يأمرنا أن نبر بهم ونقصط إليهم ونقصط بهم نعدل معهم إنما نهانا عن الذين قاتلونا في الدين ويخرجونا من ديارنا ويظاهروا على إخراجنا يعني يسعدوا الأعداء علينا فمن هنا الولاء والبراء ثلاثة أقسام القسم الأول براء في الاعتقاد إذا خالفك في الاعتقاد وحاربك في عقيدتك وصد عن دين الله وكانت مهمته إبراز العيوب والطعن في المسلمين فهذا نكون بريئين منه الأمر الثاني أحدهم قد يوالي غير المسلم بطريقة تعود بالضرر على المسلمين فهذا واعتقاده صحيح فهذا مؤمن مسلم ولكنه عاص ارتكب إثما كبيرا وهذا ما ينزل على قصة حاطب ابن أبي بلتعة عندما أرسل الرسالة إلى أهل مكة أن رسول الله سيذهب إليكم بجيش فاحذروا وكانوا قفار وحاطب كان مسلم من الصحابة فلما جاء بي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أردت شرا بك يا رسول الله إني أؤمن بالله ورسولي فهذا نيته حسنة ولكنه وقع في أمر خطأ لأنه كان سيسبب ضررا بالمسلمين فهذا حرام التالت وهو أننا نتعامل مع الناس بغير وقوع في الاعتقاد أو المحاربة الثاني بأننا لا نرتكب إثما أو خطأ يعود على المسلمين بالضر ولكن من منطلق وقولوا للناس حسنة من منطلق أن النبي صاصم تعامل مع الجميع ورهن درعه عند يهودي وكذلك تعامل مع النجاشي وهو غير مسلم يبقى ثلاث درجات في الاعتقاد والمحاربة معنا ليس هناك ولا وهناك براء في الإضرار بالمسلمين هذا أمر حرم لنقع فيه مع الإنسان هنا مسلم الأمر الثالث الله أمرنا أن نتعامل مع كل الخلق ويكون هناك ولا ولا يكون براء لأننا جئنا منفتحين لدعوة الناس لرب العالمين إنه أخذنا جنبا منهم بالبراء فإننا هنا نقع في عكس ما أمرنا الله أز وجل به يعني خلاصة المفهوم أن نحب الطائعين ونواليهم لأجل ما يفعلونه من طعات ونتبرأ من المعصية وندعو للعاصي أن يقلع عنها كي يصبح من الطائعين فنحبه ونواليه وإلى لقاء آخر في مفهوم آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته